ماذا لماذا تنقمون منها تنقمون منها لأننا نريد الخير للشعب وللوطن وللبلد وللدولة ولكل شيء في هذه البلاد تنقمون منها لأنكم خونا قتلا جواسيس عملاء ناهبين فاشلين رديئين هاوا لماذا تنقمون منها ومن آخرين من غيرنا من آخرين سواء كانوا أفراد أو كانوا تنظيمات حقيقية تقاومكم وهي قليلة تنظيمات وإنما كان الأفراد مستقلين كثيرين تنقمون من كل حرة وحر يريد نهضة هذه البلاد يريد الخير لهذه البلاد تريدون أن تظل ضعيفة ومستضعفة أن تظل لعبة في أيدي القوى الخارجية وحتى القوى الصغرى والكبرى تريدونها أموال تعطى للروس والصين والفرنسيس وللأمريكان والإسبانيول وللطاليان وللأتراك والإماراتيين وللقطريين تريدونها تفقرون شعب الجزائري وتبعثرون أمواله في السر والعلن في العلن على هذه الحكومات والدول وفي السر تذهب إلى حساباتكم الخاصة لماذا تنقمون منها؟ ألي أننا نريد أن نكمل رسالة الشهداء رسالة أول نوفمبر تنقمون منها ومن إخواننا وبعضهم عذبتوهم عذاب النكورة وبعضهم وضعتوهم يعني يعني جاتكم الرجلة تحقروا المساجين المعتقلين الرهائن تسبوهم تشتموهم توضعهم في اللي ظلم تهدوهم بالاختصابات هذه فيكم ذرة بشرية حتى أقول ذرة مرؤة أو ذرة رجلة لماذا تنقمون منها؟ تنقمون منها أنه نريد لهذا الوطن أن يكون بالفعل وطن لأهله بلد لأهله وليس عبث عبث فقايننا لا نسوي شيء لا نسوي شيء لا على المصرح الدولي ولا على المصرح الإقليمي ولا لا شيء شعبنا يجوع الناس يدير لأكوب بالآلاف على أجل السميد وعلى أجل الزيت وعلى أجل الحليب والأسعار ترتفع الشركات تقفل العمال والأو عبيد واللي ما عندهش خدمة أكثر لماذا تنقمون منها؟ ترجمة نانسي قنقر